تساؤلات كثيرة نطرحها في الحلقة على ضيفين من المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد محمد العمدي كما ذكرت في المقدمة هو مدير مشروع بوابة حكومة دولة قطر على الانترنت وسيد يوسف النعمة مدير برنامج الحكومة الإلكترونية أهلا بكم في برنامج قطر هذا المسهل في البداية هناك حقائق ومعلومات يجب أن نسردها في هذه الحلقة لماذا لجأت مستاذ يوسف إلى تغيير هذا الموقع أو بعبارة أخرى هل هو تغيير أم تطوير بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أخبريزة أحب أشكرت على الإضافة على الاستضافة أخوان وأحب أمسي بالخير على كافة المشاهدين بالفعل تم يوم أمس تتشي بعون الله وتوفيقه بوابة حكومة دولة قطر على الانترنت والمعروف هو الذي تم اختيار اسم حكومي لتمثيل هذه البوابة البوابة تأتي في الحقيقة استكمالاً لما تم انجازها من قبل موقع الحكومة الإلكترونية السابق أو مشروع الحكومة الإلكترونية السابق البوابة طبعاً كل الخدمات التي تم انجازها من قبل الحكومة الإلكترونية السابق السابقة هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من البوابة الحالية أو بوابة الحكومين في بعض الأساس الأساسية أحب أني أذكرها ويطلحها قبل أن نفكر التي تميز البوابة هذه عن الموقع السابق وهو في الحقيقة مبتغير لكن تطوير واستكمال مثل ما تصدر البوابة في الأساس هي عبارة عن مصدر موحد للوصول إلى كافة الخدمات والمعلومات التي توفرها كافة الجهات الحكومية إلى كافة أفراد المجتمع لا تقتصر البوابة على توفير خدمات إلكترونية بل على العكس هناك العديد من المعلومات الدقيقة والصحيحة التي تهم المواطن والمقيم وقطاع الأعمال يتم الوصول لها من خلال بوابة حكومية السبب الأساس الثاني الذي بنيت عليه أو الأساس الثاني الذي بنيت عليه بوابة حكومية هو في الحقيقة أن بوابة حكومية لا تمثل جهة معينة ولا تمس بجهة معينة فهي بوابة حكومة دولة قطر بالضبط فهي مدخل إلكتروني لحكومة دولة قطر وهي بالحقيقة تعكس مدى التزام كافة الجهات الحكومية في التنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها لتظهر بصورة حكومة واحدة تخدم كافة أفراد المجتمع نعم إذن كل الجهات تشارك في هذا الموقع لكن ليس لديها جهة مسؤولة أنتم طرعوهم مجلس يرعى يعني هذا نعم 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 نحن فعلا من المسؤولين عن تطوير البوابة ولكن البوابة جاءت كنتيجة للتنسيق والتعاون بين 48 جهة حكومية الجهات الحكومية مشكورة وما قصرت الحقيقة قامت بتغذية الموابة بالمعلومات الدقيقة والمحدثة الخاصة بهذه الجهات فتم التنسيق معهم في توفيع هذه المعلومات لتكون جزء من البوابة في المرحلة الحالية الموقع جاهز معلومات جاهزة كل شي جاهز أمس ما الإعلان فقط عن إنشاؤه لا الموقع أو البوابة موجودة وبالفعل هناك كثير من المعاملات الإلكترونية التي قد أنجزت خلال الأيام المنصرمة وموجود والكل ممكن أن يدخل على البوابة ويجربها إن شاء الله نعم سنتحدث عن تفاصيل هذا الموقع لكن دعنا الآن نتابع تفاصيل كيف يستخدم هذا النظام أستاذ محمد وإلى أي فئة هو موجه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يمكن الوصول إلى بوابة حكومة الدولة الخطر على الإنترنت حكومي من خلال عنوان الإنترنت www.gov.cov.cov طبعا مثل ما قال الأخ يوسف طبعا البوابة تعتبر مصدر موحد للمعلومات والخدمات التي تقدمها جهات الدولة بختلفها طبعا في المرحلة الأولى موجهة لثلاث أو أربع فئات رئيسية أو شرائح رئيسية في المجتمع شريحة المواطنون وشريحة المقيمون وقطاع الأعمال والزوار كيف يستخدم هذا الجهاز ولو عندك هنا أمامنا لابتوب لإبراز هذا الاستخدام طبعا الموقع بوابة حكومة المعلومات والخدمات بشكل مستمر بتم تجديدها ومراعات توفير الخدمات والمعلومات التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة أفراد المجتمع أنا في البداية بس في نقطة حاب أني أذكرها وهي نقطة مهمة إيش الجديد فيها البوابة هذه فهناك الكثير من نعم مواقع بينها بين صديقتها أو مواقع كثيرة البوابة تأتي صراحة تفسيد إلى اهتمام كافة الجهات الحكومية التي تعمل بشكل موحد لخدمة كافة أفراد المجتمع فهي بوابة يتم خلالها الدخول إلى كافة الخدمات تقدمها الوزارات والهيئات الأخرى ولكن ارتئلنا أن الحكومة يجب أن تتحد كافة الجهات الحكومية أن تنسخ فيما بينها للوصول في الحقيقة إلى حكومة أكثر انفتاحاً أكثر شفافية وأكثر اتصالاً مع كافة أقراض الجمهور العملية مستمرة والجهد بيكون مستمر متجدداً بالضرط في خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء الله ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية سيتم إضافة تلك عديد من المعلومات التي تهم المواطنين والمقيمين وكافة أفراد وشرائح المجتمع بالإضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية تلبي حاجيات ومتطلبات أفراد المجتمع هل هذه الجهات تعين ممثلين عنها؟ يعني يجتمعون كل فترة وأخرى لتأكيد إن كان هناك تغيير أم لا؟ بالضبط لأن لا توجد نظلة ينطوي تحت هذا النظام صحيح طبعاً هذه من أهم الأشياء الأساسية التي نحص عليها في الفترة القادمة أن توفير فعلاً خدمات ومعلومات صحيحة ودقيقة فبالفعل فريق عمل بوابة حكومي قام بوضع آلية معينة للتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات الحكومية في عملية تحديث البيانات الخاصة في هذه الجهات ما يخفل جميع طبعاً من أهم التحديات التي تواجه حكومة دير الخطر هو التغيير المستمر بالقوانية والإجراءات والانفصال من الوزارات إلى هيئات ومؤسسات فنجب أن نلتزم بحدث البوابة لأن تكون مصدر موفوق ورسمي لما تقدم حكومة دورة قطر معلومات وخدمات نعم إذن في هذا الصدر السيد محمد ما هي الضمانات التي تقدمونها أو بعبارة في الأخرى كيف يتم تأكد من سلامة وتأكيد تأمين التعاملات الإلكترونية عبر هذا الموقع طبعاً سرية أو أمن المعلومات على بوابة حكومة دورة قطر الإنترنت تعتبر من أولى أولويات طبعاً المجلس طبعاً في هذا المجال تم التعاون مع وزارة الداخلية باستخدام البطاقة الذكية لكافة المعاملات التي تجرى من خلال بوابة حكومة بالإضافة طبعاً تم التعاون مع مركز قطر لاستجابة لطوائر الحاصبات كيوسير طبعاً مع المختصين في هذا المجال لتأكد من أن بوابة حكومة دورة قطر تغطي أو تغطي الأحتياجات الأمنية المطلوبة فيها نعم أهم شيء هناك اتصال من الدوحة حمد مساء الخير مرحب مساء النور مساء النور ذات حدفة الحمد الله يستمد إن شاء الله عندي سؤال بالنسبة للضيوغ اتفضل يا أخي بخصوص تسمى هذا الموقع هذا في حق وزارة العدل بالنسبة للدستور القطري يعني يعني لو فيه واحد يعني فيه دستور القطري فيه يعني بنودي مش واضحة نعم إذن ندخل من عرف بنودي الدستور القطري كامل من وزارة العدل يعني بيقدر نحصل هال معلومات هذه اتفضل شكرا يا أخي حمد بالفعل طبعا من ضمن نحب أن نوضح أن مبادرة ومشروع حكومي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية هذا البرنامج الذي يشرف على تنفيذه في المجلس العلم التصالات التكنولوجيا المعلومات بمشاركة كافة الجهات الحكومية في الدولة نعم ومن ضمن هذه المبادرات والخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية هي توفير كافة التشريعات والقوانين الخاصة بحكومة دولة قطر لتكون موجودة من خلال بوابة حكومي وبالفعل هناك مشروع جاري للعمل على تنفيذه مع الأخوان في وزارة العدل على تطوير وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بوزارة العدل أو الحكومة في شكل عام لتكون جزء من بوابة حكومي اليوم من خلال بوابة حكومي يمكن الوصول إلى بعض التشريعات وبعض القوانين الخاصة بحكومة دولة قطر ولكن هذا من جهود الحقيقة يشكرون عليه وزارة العدل خلال السنة القادمة إن شاء الله سيتم تحديث يعني هي انطلاقة وستتطور في المستقبل بالضرط نعم سيد محمد يعني عادل كومبيوتر والجهاز الذي يمتلكه يعني معظم الناس هل هناك أجهز